الرهانة التي تعلقها الحكومة على قطاع السياحة ببلدنا يبدو أنها ستواجه عوائق مرتبطة أسساً بغياب الترويج للوجهة الجزائرية في الخارج عديد المتعاملين في المجال يغيبون على معارض السياحة خارج الوطن ويركزون حضورهم على الصارونات المحلية هو الشأن بالنسبة للطبعة الثامنة عشر لمعارض السياحة الدولية المعارض في الخارج يروحها أقلية يعني صغيرة بالنسبة مقاراة بعدد الوكلات السياحية للأسف شجد الوكلات السياحية لا يرى محلولة نستطيع أن نسميها وكلات عمرة بس بسن العمرة والحاجة لا يروح حتى منتج سياحة تغني الحكومة بمنح إجراءات تسهيلية لاستقطاب أكبر عدد من السياح ليس لهم ما يبرره على أرض الواقع عدد المهنيين الأجانب يحرمون من تأشيرة الجزائر فكيف الحال بالنسبة للمواطنين العاديين؟ كل بلد طبعاً لها سياسية بنحترمها وكل حاجة بس على الأقل يعني اللي طالعين دول ناس مديرين فنادق مديرين شركات كلهم طالعين عشان يشوفوا أنت عامل معرض دولي المفروض المعرض دولي ده تدعو كل الناس عشان يبقى اسمه دولي ما يبحث يعني أنت بتطلع المعرض دولي بتاعك فأبها صوروا فأحسن حاجة فالمفروض الناس كلها دي الضيوف عندك وفروض أن أنت بتسهل لهم الدخول بتسهل لهم الحاجة دي كلها فنتمنى إن شاء الله يعني من المرات الجاية نلاقي تسهيل في الدخول فلما نبقى حوالي أكتر من عشرين واحد مقدمين يخدم أنهم بس خمسة فده نقدر نقول أنه لا تعليق السياحة المعدنية مجال حيوي يعكف المسؤولون على النهض به في انتظار تعميم المرافق على ربع الوطن رغم أن الصالون الدولي للسياحة يتكرر كل سنة والمشاركون فيه يتوسعون من عام لأخر لكن وقع السياحة الجزائرية ليبقى يراوح مكانه في انتظار حلول تبدو بعيدة المنال